اشتركوا في القناة دائماً يبدأ بخطوة واحدة اذا عزمت على هذه الخطوة ثق تماماً بأن ربنا سبحانه وتعالى راح يسخر لك كل الصعوبات عشان تحقق هذا الانجاز احياناً الاشخاص يمكن يكون ما شيء هو صح وحياتك اللي الحمد لله صح وحنا نقول من حسن الى احسن وايضاً هدفنا ايجابي من خلال هذا البرنامج من خلال أيضاً الغضايا اللي قاعد نطرح الظواهر كثيرة عندنا في مجتمعنا في السابق تكلمنا عن بعض الغضايا التربوية وتكلمنا عن قضايا الأسرية وتكلمنا أيضاً عن قضايا الاجتماعية اليوم راح نتكلم عن قضايا النفسية ومهمة راح يكون معانا ضيفنا القالي اللي أنا من زمان كنت أسمع له عن طريق الراديو كنت أسمع له شخصياً وكنت أستفيد من دوراته معي الدكتور عبد الرحمن أبد راع استشاري نفسي الساعة مداركة دكتور هلو دكتور عزيز وانا سعيد جداً أرحب فيك وفي مشاهدين أيضاً ومشاهدينك وأيضاً أنا سعيد بهذا اللقاء وبالفعل أنا في شغف في أن ألتقي فيك وتحاور معاك أبرى شاشة الله يتزاك خير دكتورنا لا شك أنه من خلال الدورات التي أنت قدمتها وأيضاً الاستشارات أنت قاعد نسمعها من خلال برنامجك الموجودة في إذاعة الكويت لها دور كبير دكتور القالي من خلال هذا البرنامج أنت قاعد غدما دائماً رسائلك تحتم بالإيجابية اليوم راح يكون موضوع حلقتنا نتكلم فيه عن الكلام الطيب بالكلام دكتور فيه كثير من الناس يستحي لا يقول هذا الكلام الطيب أنا بدايةً أودينني نعطي مقدمة عامة عن الكلام الطيب أو الطيب الكلام بسم الله وسعاته السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دكتور سؤال وانطلاقه رائعة تحفزني على أن يكون الرد أيضاً بروعة هذا السؤال بلا شك دكتور سالم الكلام الطيب إحنا يعني إنما بعثت لأفتمم مكارم الأخلاق هذا النبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ونحن نعيش وفق شماء للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الطيب هو زاد الإنسان بشكل عام زاد المؤمن وزاد الإنسان جاء النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعطي هذه الإنسانية ويعني جميع البشر هذا النور الجديد وهذا العلم الجديد وهذه الأخلاق وخلق النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت سيدة عايشة هو القرآن الكريم فلذلك إحنا وجب علينا أن نتأسى بهذه المآثر والشماء لنبينا الكريم هذا واحد أثنين أنت تريد أن تكون جاذباً وجداباً كل إنسان يريد أن يكون جاذباً وجداباً للآخرين يريد أن يحوز على رضا الآخرين هل أستطيع أن أكون هائزاً على رضا أولئك الناس ما لم أكن أحمل المسك في الكلام مسك الكلام وأيضاً أحمل عود يعني ينفذ الخير والخيرات والعطورات الطيبة فلذلك أنا أستطيع أن أصل إلى ما أرجو ابتداء من تغيير نفسي ممتاز الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بنفسه إذن أنطلق من الداخل أول ما أقوم فيه هو التصالح مع نفسي والتخلص من كل السلبيات خاصة التوتر والضغوط والقلق في ضوء ما يحدث الآن إنفجار تكنولوجي هذا أول معوى الرئيسي لبناء هذا الكلام الطيب فلما تكون البوابة ولما تكون النافذة يعني مفتوحة بشكل جيد تتقبل هذا النسيم العليل أنت هنا تستقل كلمات الطيبة فما يخرج منك إلا الكلام الطيبة دكتورنا أهنيك على هذه المغدمة الرائعة والجميل اللي أنت ذكرتها لكن بدايتنا من دكتور نغالي أريد أن أتكلم على أهمية الكلام الطيب نحن نعيش فيه مجتمع المجتمع هذا دائما أما يكون نواة هذه المجتمع الأسرة أم يكون نواةها الأخرى وهو العلاقات الاجتماعية الكلام الطيب من وين يبدأ دكتور نغال؟ هل يبدأ من تربيتي؟ هل يبدأ من أسرتي؟ دعنا نجيبها بشكل نفسي يعني نسخطها نفسي علمي هل هي أحيانا لأننا دائما كل السلوك أو كل فكرة أو كل خلل أو اضطراب نتسأل هل هو وراثي أم أنه مكتسب؟ صحيح؟ عشان نبدأ بالانطلاقة الجيدة نشوف هل كلام الطيب؟ هو سلوك بلا شكل كلمة سلوك تصبح فعل إذا كانت في داخل الإنسان كابتها هذه مشكلة أخرى لكن إذا خرجت إذن أصبحت فعل وهذا الفعل يغير موقف مع الآخرين أنا لما تكون كلمتي مطيبة راح يكون ردة الفعل من الآخر غير طيبة صحيح فبالتالي يصدر سلوك سلبي هذا السلوك هو ما نتحدث عنه قبل أن يصبح سلوكا عندما كان فكرة وعندما كان قيمة هل هو كان مكتسب أم مراثي؟ أنا أعتقد من الممكن أن نكون جبلنا وفطرنا على أن يكون الإنسان يحمل هذه القيم الطيبة في نشأته وفي ولادته الولادة دخلنا نتحدث عن مرحة الوداء ما بعد الولادة وهذه هي الانطلاق الجيدة ممكن أن يفقد واج كل هذه القيم لأن البيئة المحيطة أفقدت ذلك عندما تحط به بيئة سلبية لا تتحدث إلا بالسلب وأنا لا أريد أن أركز على كلمة السلب بالكلمات وبالنعود وبالألقاب كيف سيخرج هذا الشخص؟ كيف سيخرج كيف سيخرج مع المجتمع؟ سيخرج إما أن يكون مجتمع طيب ويكون هو إنسانا مختلفا أو أن يكون المجتمع كذلك وهذه هي الإشكالية الكبرى دكتور سالم إحنا مشكلتنا أنه ما نصنع في البداية إنسان ينطلق فيكون عاملا وفاعلا في المجسمة لا هذه مشكلة عندنا حقيقة لأنه في مشاركات كثيرة خاصة أبنائنا الآن وأجيالنا أدري أنه ضمن أجندتك وأسئلتك تريد أن تتكلم عن المراهقين لكن أيضا المراهق الآن بدأ يستقي هذه المعلومات والطفل كذلك بدأ يستقي هذه المعلومات من جهات مختلفة لذلك يجب أن أخصص أنا كأب وكمعلم وكمربي المنبع الرئيسي للكلام الطيب ممتاز دكتور سأتكلم أيضا عن كيفية اكتساب الكلام الطيب هل أكتسبه من خلال المناهج هل أكتسبه من خلال المجالسة هل أكتسبه من خلال البيئة اللي أنا أعيشها كل هذه المؤثرات الخارجية إضافة إلى التصالح مع الذات داخليا ما رح أنا أأثر عليك ما لم تكن متصالحا مع ذاتك ما رح أخليك تقول كلام طيب إذا كنت مضطر بنفسي ما رح أخليك تكون طيب إذا كان عندك قلق توتر ضغط تشتت كل هذه الأعراض التي قد تؤدي إلى أمراض إلى أن نصل إلى على درجاتها هو الاكتئاب إذن تصالح مع ذاتك وكن أنت مستعدا لهذه الكلمات الطيبة حتى أيضا أنت شنو أنت لما تأخذها كن مغناطيس قلنا نقول المستمعين أيضا كن مغناطيس للكلمات الطيبة ومنفر للكلمات السلبية دربني يا أبي وعلمني يا معلمي وأنت أي المجتمع حتى أكون أنا إنسانا فاعلا في المجتمع دربوني على هذه القيم الجيدة فأنا طفل لا أمتلك هذا البعد في استقاء تلك الكلمات أنتم من تعطونني هذه الكلمات ولذلك وجب علي أنا كأب وكأم وكمعلم في مراحل الطفل الأولى أنه أعرف كيف أعطي هذه الكلمات وبالتالي هو يعرف بوابة الكلام الطيب وبالتالي يكون الفعل طيب دكتور شلي يمنع الشخص اللي يمنع أو الحواجز الموجودة إنما يقول كلام طيب بيئت بيئت اللي تناكس على شخصيت زين تتفق معي في أمر دكتور نعم في بعضهم يقول بأن أنا لو أتكلم كلام طيب ممكن ينتقدوني يقولوا لي هذا منافق في حين أنه لا أنا طبيعتي وأنت ذكرت أن هناك جبلة وهناك تعليم صحيح أنا لو أمدح مثلا الدكتور عبد الرحمن في كثير راح أشوف لي هجوم من خلال المجتمع شون أقدر أتخلص من هذا الخوف الموجود في الكلام الطيب أنا أعتذر على أني أقول هالشيء هذا لكن أقول الإصرار هو السلاح المهم في أنه نغير المجتمعات المجتمعات لن تتغير ما لم نمتلك مفتاح التغيير وهذه نقطة أيضا نتكلم عنها اللي هو التغيير وقوة التغيير التغيير دكتور يتشابه في قوته معنويا وهذا اكتشفت مؤخرا التغيير التغيير يتشابه يتشابه في قوته معنويا ورح أفسر لك شلون ولكنه يختلف ماديا بيقول للدكتور شلون معنويا التغيير يبدأ بفكرة صح كلنا نمتلك فكرة إذا قررنا أن نحفز هذه الفكرة فتصبح تغييرا هذا أول خطوات التغيير لكن التغيير ماديا يختلف هنا التغيير ممكن يكون تغيير جسدي صح بقوة الجسد يكون تغيير مالي بقوة المال والاقتصاد هذه أشكال التغيير المالي المادية لكن أول أشكال التغيير أن تكون معنوية مثل الإصرار هل هو معنوي أم أنه مادي هو قيمة وهو مهارة إذن يجب أن أمتلك مهارات قيمية معنوية تساعدني على أن أكون محفزا للتغيير وبالتالي حتى طفلي تقول أنا طفلي شلو أنا علم على شيء علم التعليم الجيد اللي يخلي عنده شخصية قوية متكاملة ليست ضعيفة بالتالي هو يعرف كيف يغير يغير ويقرر كذلك أهنيك على هذه الحلقة الميزة رائع لأن تشرفت فيها شخصيا كلمتك الأخيرة في أطيب الكلام كلمتك الأخيرة كلمتي في أطيب الكلام أنه أقول الكلام الجميل على قارعة الطريق كالبساتين التي نراها لكننا لا نغطف منها زهورا حتى نعطيها للآخرين اعترف وعرف بأن هذا الجمال في الكلمات هو من يستطيع أن يساعدك على أن تشكل جسرا جميلا بينك وبين الآخرين فقط اغطف تلك الزهور وأعطيها لمن تحب قواك الله دكتورنا الغالي شكرا لك دكتور عبد الرحمن شكرا للمشاهدين على حسن استماعكم أيضا مشاهدتكم لنا أسأل الله عظيم أن يحفظ بلدنا من كل مكروه يدي معنا نعمة الأمن والأمان مع السلامة